وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعنيين بالعمل على المتابعة المستمرة لتوافر السلع المختلفة مع اقتراب حلو الشهر رمضان الكريم وخلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم وجه مدبولي بالتنصيق المستمر مع المحافظين لتطبيق الآليات اللازمة لضبط الأسواق وتأكدي من توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المحافظات وخلال الاقتماع اشار رئيس الوزراء الى احتفالية يوم الشهيد مشيدا بالرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي في الاحتفالية وتقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر الى ابطال القوات المسلحة والشرطة معربا عن التقدير البالغ لما يقدمونه من جهود لحماية الوطن والمواطنين كما تطرق مدبولي الى نتائج زيارة رئيسة وزراء الدنمارك والتي بحثت العديد من الفرص الواعدة لدفع مجالات التعاون المشتركة خاصة في ملف الطاقة والنقل البحري واللوجستيات والاقتصاد الاخضر